طيب هنعمل شير للشاشة مفروغ كده الشاشة ظهر عندك تمام؟ ايو طيب هنبدأ بقى بإذن الله نعرف ايه هو الزكاء الاصطناعي طيب ايه فكرة الزكاء الاصطناعي دي هت فكرة الزكاء يعني ايه زكاء اصلا همامي يعني لما نقول واحد زكي معك في الفصل معناها ايه؟ بيعرف يجاوب انه يتفاعل في الصف الله ينور عليك انه هو يقدر انه يفهم المسألة يقدر انه هو يتفاعل مع الحاجة يقدر لو في مشكلة يقدر انه يحلها كل ده التعليم يقدر انه يستنتج الحاجة حصلت لو انت بتفرج على كرتون كونن فده مثال لطفل زكي انه هو بقدر يفكر ويبدأ يحل المشاكل فاحنا عايزين الكمبيوتر يقدر يتفاعل معنا ويبدأ يحل المشاكل اللي احنا عايزينها منه مباشرة يبقى هو يفهم انا عايز ايه؟ ويحللي المشكلة اللي موجودة عندي اللي ممكن ياخد قرار ممكن يتنبأ بحاجة بناء على ايه التنبأ دوت؟ بناء انه هو بيدرس كل الحاجات اللي حصلت قبل كده ويستنتج ايه اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاية يعني مثلا يبدأ يشوف الطلاب مثلا كلهم الدرجات بتاعتهم في الحضانة او في المدرسة وهم مثلا كل شهر بيعملوا ايه؟ فيتوقع النتيجة بتاعت الشهر اللي جاية يبدأ ينبهني ان فيش طالب من الطلاب كانت النتاج بتاعته كويسة كل شهر لكن الشهر ده والشهر اللي فات الدرجات بتاعتهم مليلة فعندهم مشاكل فالساعتها الاخصاء بيتدخل وهو ممكن يستنتج ليه حصل الدرجات قلت للطلاب دول فدي فكرة الزكاة اللي سمعت ان هو يقدر يفهم احنا عايزين البرنامج ممكن يكون البرنامج اللي عامل على الكمبيوتر ممكن يكون بش زكي ممكن يكون ايه؟ بيعمل حاجة واحدة بخلاص متبرمج على حاجة معينة احنا عايزين نبرمجو ان هو يكون زكي يبدأ يفهم المشاكل موجودة فين ويتفاعل معها ويحاول ان هو يحل المشكلة ديت فدلوقتي الزكاة اللي صناعي بقى موجود في كل حاجة يعني خلينا نفكر مع بعض همام في العربية اللي بتسوق نفسها عشان عربية تسوق نفسها محتاج انها تتعرف على كل حاجة موجودة في الشارع يعني لو انت سايق عربية او سايق عجلة لازم تبقى شايف كل حاجة قدامك بحيث لو ظهر طفل مثلا او اي شخص تبدأ ان انت توقف الحاجة اللي تسايا فبرضو العربية زيتية القيادة بتبقى لازم تبقى درسة كل حاجة مع الوقت يا كل شوية بتبقى زكية بخير انها بتتعلم من اخطاقها وبتتعلم من الناس بتشوف الناس بتسوق زي وتسوق زيهم فده نوع من انواع الزكاة اللي الصناعي الكمبيوتر بيبدأ فيها يفهم كل حاجة دلوقتي الموبايلات موجودة فيها لو انت ايفون في سيري ولو انت اندرويد في برضو نفس الخدمة ان انت تقدر تسأله سؤال ويجاوب عليك فده من نوع من انواع الزكاة اللي صناعي يعني ممكن اقول له ايه انا جعان فين اقرب مطعم يبدأ يشوف اللوكيشن بتاعي ويجبلي المطعم اللي حواليه في دلوقتي بقى فيه السمارت هوم سمارت هوم يعني ده بش خيال علمي ده موجود في البيت يعني شغال في حاجات زي كده بنخلي مثلا ان انا اضبط الستاير او المصحة من نوم الستاير اوتوماتيك تفتح القهوة تتعمل في مكانة الكافي ماشين تعملك القهوة اللي انت متعود عليه هي تعمله لك انت مثلا دخلت والدك دخل حد من العلا دخل كل واحد عارف التعامل معه ازاي يعني كل واحد ليه حاجة بيحب يسمحها كل واحد متعود على درجة حرارة معينة في التكييف كل واحد متعود على نارة معينة فيزبط الحاجات دي كلها في ثواني حسب ما بيتعود منك حسب ما بيشوفك كل مرة بتفضل ايه ممكن يلعب معكشة رنج تمام ممكن يلعب لعبة اسمها اللعبة دي اللي هي اللعبة الصينية دي المبرمجين نفسهم اللي عملوا الزكاة الاصطناعي ما كانوش عارفين الكواعد بتاعتها يعني مش عارفين الكواعد يعني هم قالك ان اللعبة دي اللعبة الصينية هم اللي برمجوها مش فاهمين اتعملت ازاي تمام لكن هم فاهموا الكمبيوتر قال له رائب الناس بتلعب ازاي ويتعلم منهم ويعمل زيوه ففعلا الزكاة الاصطناعي بقى متخصص في ان هو يفهم الناس بتعمل ايه ويعمل زيوه تمام وقدر يتغلب على بطل العلم في اللعبة دي اللعبة دي اللعبة دي اللعبة الصينية قدر يتغلب يعني عمل حركة اسمها رقم الحركة دي 37 ما كانش الشاب الصيني عارفها فافتكر ان الزكاة الاصطناعي غلط ففوجة الحركة دي هي اللي خلت الزكاة الاصطناعي يتفوق عليه طيب الصورة دي انا عملتها بالزكاة الاصطناعي كتبت ايه بقى عدت يعني لو انت تخيلت ان انت تعمل الصورة دي باي برامج الجرافيك يعني هتاخد منك ثلاثة اربع ساعات احنا بقى روحنا عملنا ايه تعلمت علامة بعض بعض في مواقع كتيرة بتعمل الموضوع دوت يعني مش مواقع واحد ولا اثنين لا ده مقاتل مواقع بتعمل القصة دي انت ده مجرب بس بتقوله وصف معين هو يبدأ يعمل لك الصورة اللي انت عايزها يعني اي صورة انت عايزها همام هتقوله انا عايز صورة بتتكلم عن كزا حد فيكو يعني يقول لنا كلمة نقولها له هو يبدأ يعمل لنا الصورة اللي احنا عايزينا تحب يعمل صورة ايه؟ عايزين صورة ايه يعملها لنا؟ على سبيل المسال مثلا زي ما تشافين هنا في كزا حاجة انا اختار ايه؟ image creation هسيب لكم رابط على الموقع ده هتجربوه هتلقو سهل جدا image creation انا بقولي الزكاة اللي صناعي انا عايز ترك كزا فهو يبدأ يعمل لي الصورة ديت مع الوقت هتتعلم ازاي تكتب برومت برومت يعني تكست عادي تمام؟ فكل مرة اول مرة بتكتب حاجة بتطلع لك ايه كلام انما مع الوقت بتطلع لك حاجة ممتازة جدا يعني على سبيل المسال عايزين نعمل صورة مثلا Arabic boy هد هنا بحب الكرة؟ ولا محادش بحب الكرة من هنا بحب الكرة؟ من منكم يحب الكرة؟ انا طيب انا هقوله اعمل لي صورة الشاب الطفل عربي بيلعب كرة وهو يبدأ يعمل لنا الصورة ديت طيب على ما اعمل الصورة اتعلم بص احنا ما عدناش نرسم حاجة كتيرة يعني ما عدناش مجرد ان احنا بس ايه بنقوله احنا عايزين كذا تمام؟ ممكن حصل من البرومت ده يعني ممكن نقوله ايه بيلعب كرة في ملعب كرة في استاد مثلا بيلعب مع ميسي او رونالدو او اي حد من اللاعبين الكرة المشهورية وهكذا تبدأ تكتب له ايه اللي انت عايزه بالزبط يبدأ انهم يعملوا لك تمام؟ هتلاقي هنا برومت انهانس يعني حسان للبرومت بص اعمل لي صورة حقيقة ازاي؟ وبيقولك ان الزكاس نعم ممكن يطور لك الصورة ديت هاي تمام؟ اربع صور تحس ان ده صورة حقيقة لو دوست عليها تحس اه ان ده صورة حقيقة منتخذة بالكاميرا طب انا مش عايز صورة كده انا ممكن اكون عايز صورة مثلا كارتون او كده فهاجي هنا ده حاجة اسمها الليوناردو فينيكس ممكن اقوله انا عايز كارتون تمام؟ ده انامي هاي لو انت بتحب الانمي فيه جرافيك ديزاين فيه كونسة ارت وممكن تكتبله تقوله اعملها لها على هاي الكارتون مثلا تمام؟ ممكن اقوله انا عايز انامي ممكن خلينا نختار مثلا انامي ومشوف هاعملنا الصورة ازاي؟ نفس الصورة دي تمام؟ هنقوله اعمل لنا الصورة فانت ممكن يعني بتعمل تقرير في المدرسة او بتعمل واجب هون مورك ومطلوب منك صورة بدل ما تدور على النت تعمل الصورة الصورة دي مدورش هو في جوجل او مدورش في محرك البحث وجاب لك صورة ده هو عملك الصورة انت دي مخصوص يعني الصورة دي لو انت جربت نفس البروميت بس ما عملك كارتون بس لو لاحظت الصورة دي فيها غلطة حد يقدر يقول لنا الصورة دي فيها غلطة ايه؟ ركزوا كده في الصورة وقول لنا ايه الغلطة اللي في الصورة ديت؟ عنده ثلاث رجول ايوة دي اكتر حاجات زكاء اللي صناعة بيغلط فيها ان هو ممكن يديه في صوابع زيادة او رجول زيادة او ايد زيادة فخلي بالكم الحاجة زي كده لكن الثلاث صور التانيين حد ما كويسين فانت تقدر تعمل صور كتيرة ممكن نعمل كزا صورة وهنعمل الموضوع ده ان شاء الله مع بعض بعد كده ونعمل نحط الصور دي ورا بعض ونحط صوت يبقى عندك فيديو يبقى انت عملت فيديو في قصة في حاجة يعني انا عاد الوقت بعمل قصة ايه؟ الارنبوس الحفة اللي سابقوا بعض باخد كزا صورة حتى بدأت اعملت شوية صور كده كل اللي انا كتبت وقلت له انا عايز بس ايه؟ سباب الارنبوس الحفة نقدر نجمع الصورة دي ونعمل لهم قصة الناس تقدر تفرج على القصة ديت تمام؟ فالزكاة اللي صناعة هيوفر لي كتير احنا لو مطلوب مننا نعمل حاجة زي كده ممكن نقعد ايام كتيرة انما من خلال التولز اللي موجودة دلوقت هو وقت سهلة وبقت متوفرة مع الناس كلها نقدر نحن نعمل حاجة زي كده دي برضو نفس المواقع دول نفس الفكرة انت مجرب بس بتقدر تقوله انا عايز كزا تمام؟ وده التليجراب اللي احنا نشغلين عليه عشان ايه؟ نتابع مع بعض زي ما انت شاك تقدر تعمل كل الصور دي معمولة بالزكاء اللي صناعي كل اللي احنا قلنا له احنا عايزين حاجة معينة تيكست معين فبدأ يعمل لي صور كتيرة بالشكل دهو فالزكاء اللي صناعي عبارة عن ايه؟ ان هو يبدأ يفكر معي يعني فيه برومت بدهوله برومت دي يعني باسأله على حاجة معينة فبيبدأ ان هو يرد علي ماشي؟ هنبدأ مع بعض واحدة واحدة نتعلم ازاي نقدر نكتب برومت ونتعلم مع بعض في كزا موقع ممكن يخليني وهنشوف مع بعض حاجات يعني معمولة اصلا للسن بتاعكو بحيس ان انتوا تقدروا تسفادوا منه بس هنشوف مثلا شات جي بيتي شات جي بيتي اسأله اي سؤال وهيبدأ ان هو يجاوبك على السؤال دوت يعني لو انت مثلا انت مثلا بتدرس في موجود عندي اه هتلاقي هو مجاني دلوقتي شات جي بيتي مجاني وفي جيميناي برضو مجاني وفي كوبايلوت مجاني تقدر شايف الزرار ده تقدر ترفع له صورة وتقول له اصيف للصورة دي طب تعال نجرب كده تمام الحاجات دي اضافية شوية بس يعني نركز بس على الجزء اللي تحت دوت وما نكونش دعوة بالحاجات دي لان دي حاجات ايه اداة انا ضيفة عشان يعمل لي حاجة معين طيب خلينا اقول له هرفع له صورة غريبة شوية او صورة اقول له اصفل الصورة ديت او دلوقتي بقى ممكن تجيب له فيديو يعني ممكن تصور فيديو وانت في الشارع تقول له اصفل المكان ده فيبدأ ان هو يوصف لك المكان اللي انت موجود فيه تمام طيب انا رفعت له صورة فراشة الفراشة دي انا عملتها بالذكاء اللي صناعي قلت له اسملي فراشة معينة فهو رسم الفراشة دي تمام وهقول له اعملها لي يعني لما اسألك على الحاجة جوابني بالعربي هقول له ايه اوصف لي الصورة ما قلت له ان دي فراشة ولا احيك خالص قلت له ان الصورة دي انا مش عارفها انت لو ديتني الصورة دي قلت له وصفها هقول لك فراشة شكلها حلو وخلاص هو بقى يخش بقى في التفاصيل بتاعك الفراشة جميلة الوان زهية امتنوعة او خلفية مليانة نجوم اجنحة الفراشة فيها الوان زي اللازرق والاصفر والاحمر والسود والاجنحة مزخرفة الخلفية الليليه المليه بالنجوم يعني قدر ان هو يوصف لي الصورة بشكل حلو قوي لو ظهرت لك صورة انت مبنى جميل شكله حلو زي مثلا الاهرامات زي برج وانت مش عارف اي حاجة عن الصورة دي ممكن تقول له قل لي الصورة دي ايه فيبدأ ان هو يوصفها لك بلغة عربية باسلوب سهل بكل حاجة فدي من ضمن المزايا اللي احنا لازم ان احنا نستخدمها ونبدأ ان احنا نتعلم مع بعض احنا معنا في الكورس كده كل شوية هنبدأ ناخد حاجة حلوة بسيطة خالص مناسبة لسن بتاعنا نبدأ ان احنا نكتب اسئلة كتير جدا اللي انا عايز هو منك مثلا ان انت ما تستعنش بالذكاء الاصناعي ان انت تخليه يعملك الواجب لكن يساعدك في الواجب يعني يساعدني في الواجب يعني فيه درس انا مش فهمه في الواجب مثلا اه دون درس مثلا عن المجموعة الشمسية تمام هقول له ايه اشرح لي المجموعة الشمسية شرح مناسب لطفل عمره اتناشر سنة او واحد في سنة تالتة مثلا ابتدائي او في الصف الاول في الصف التاني وهكذا تمام? هيسهلك الموضوع بشكل سهل جدا يعني انا لو عندي مثلا حد عنده خمس ست سنين وعايز اشرح له نظرية صعبة اقول له اشرحه لي بشكل سهل عشان اقدر ان اوصل هولا فراح اقل لك ان الشمس هي نجمة كبيرة وفيه كواكب تانية بدأ يرسط لي الكواكب كلها اللي هما ايه؟ عطارد والزهرة والارض والمريخ الارض هو الكوكب الجميل اللي احنا بنعيش فيه فبدأ يشرح لي فهو انت بتذاكر فيه اي حاجة انت مش قادر تفهمها ممكن تسأله اقول له اشرح لي الحاجة ديت واصبح الموجود دلوقتي صوت يعني انا ممكن اسأله صوت وهو اجاوبنا عليه بالصوت يبدأ اشرح لي كل حاجة يعني ساعات انا بنكون مثلا ايه مش قادر اقرأ او مش قادر اكتب فاقول له اسأله سؤال فيبدأ ان هو يجاوبنا عليه بالذات على الموبايلات فيهمنا الفكرة الموضوع سهل جدا وسيت احنا بناخد دلوقتي حاجتين من اكتر الحاجات اللي يعني زمانك كانت صعبة جدا لكن دلوقتي السنتين اللي فاتوا بدأت تبقى سهلة جدا 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 باي حد يقدر ان هو يشتغلها بسهولة باش محتاج منك برمجة ولا محتاج منك اي حاجة صعبة خالص تمام لحد كده لو انا عايز منك اطلب بقى لو اي حاجة باش واضحة وقفوني وقولوا لي لا الحاجة دي احنا بش فهمينها عايزينك تشحولنا تاني تمام اتفقنا اهم حاجة ان احنا ايه نبدأ ان احنا نتعلم مع بعض ان شاء الله طيب نكمل فاحنا عندنا حاجة اسمها الزكاية الاصطناعية الزكاية الاصطناعية اتفقنا ان هو ان الكوبيوتر يبدأ يفكر معي كان انا جبت حد متخصص في المجال دوت يعني لما هتكلم عن الفضاء هو رجل متخصص في الفضاء لما اجي اتكلم عن التاريخ هو رجل متخصص في التاريخ يبدأ ان هو يجاوبني الزكاية الاصطناعية ان هو يقدر يفهم ويستوعب الحاجة اللي انا عايزها ويدينا الحاجة اللي انا طلبتها منه فيها حاجة كتير جدا ان الزكاية الاصطناعية حاجة كتير قوي زي ان هو يقدر ان هو ياخد الكاميرا مثلا ويفهم كل حاجة ويديني انتباعات معينة او يديني معلومات معينة يعني احنا قلنا ان اللي هيسكو المكان دوت لازم يكون مثلا لابس ماسك او لابس بدلة معينة لو لقى حد دخل وبش لابس البدلة او بش لابس الحاجة اللي هم تفين عليها يبدأ ان هو يعمل انذار او ينبهنا الحاجة زي كده فده اللي هو الايه الزكاية الاصطناعية يبدأ يفهم كل حاجة من ضمن الحاجات الظريفة في واحد ربط الزكاية الاصطناعي بالكاميرا بتاعته الكاميرا اللي موجودة عنده في البيت عنده كذا كاميرا في كذا اوضة فبقى لما تضيع منه حاجة يسأله يقول له شوف الكاميرا شوف انا ده حطيت الموبايل بتاعي فين او حطيت المفاتح بتاعت فين فهو اوتوماتيك بيراجع لشيط الكاميرا ويكتشف هو سابل حاجة بتاعته فين فدي حاجة ممتازة جدا تمام ان بقى اصبح الزكاية الاصطناعي يساعدني في ان انا لو حاجة ضعت مني الاقيها ويبدأ ان هو يفهم انا بحبي ايه وما بحبش ايه ويبدأ ان هو يخصص لي ايه الحاجات اللي انا ممكن احتاجها طيب جوا الزكاية الاصطناعي فيه جزء كده من زكاية الاصطناعي اسمه ماشين ليرنينج ماشين ليرنينج يعني ايه يعني هو يبدأ يتعلم مع نفسه يعني يبدأ ياخد المعلومات ويبدأ ان هو يفهمها ويبدأ ان هو يتضاف يعني انا انا علمته حاجات معينة وهو اوتوماتيك يتعلم مع الوقت يعني انا قلت له اعمل واحد اين ثلاثة لما يلاقي مشكلة جديدة يبدأ ان هو يتعلم منها ويبدأ ان هو يزود البرمجة بتاحت ويبدأ ان هو يعني شاتجي بتي لما انا سألت السؤال وشاف ان انا مسلا ردت عليه او ان انا قلت له الاجابة صحة او اول طول الاجابة غلط بيتعلم الكلام بتاعي يعني بيتعلم بيتعلم مني لما انا بسأله سؤال هو بيبدأ يدور عليه ويتعلم المعلومة دي ويستفد منها تمام وان شاء الله مع الدروس اللي جاي هنبدأ نشرح بقية الحاجات دي طيب الزكاية اللي صناعي موجود في ايه موجود في حاجة كتيرة جدا تمام اصبح كل حاجة دلوقتي بقى فيها زكاية صناعية اول حاجة مثلا زي ما قلنا السيارة زيتية في الكيادة ثاني حاجة لو انا صورت اي صورة هو بيبدأ يعمل كاتوجري او يعمل تصنيفات يبدأ يقول لي ايه دي صورة احمد ودي صورة محمد ودي صورة همام ويبدأ يجمعهم كده لو انا اعطلوا على الصور همام يبدأ ان هو يجيب لي كل صور همام في برضو حاجة اسمها Optical Character Recognize اللي هي OCR اللي لو انا عندي اي كلام مكتوب بخط الايد او مكتوب على ال يقدر ان هو ياخد الصورة دية لو صورتها صورة ويبدأ ان هو يحاولها لتكست ويبدأ ان هو ممكن يترجمها ممكن نشرحها يعني في برنامج مخصص اصلا للاطفال اللي عندها من خمسة اثنين لعشرين سنة او مخصص لكده ان انا لو عندي واجب ببدأ اصور الواجب دوت ويبدأ ان هو يجيب لي اسئلة على الواجب دوت يعني بيشوف انا فهمت الدرس ده ولا اصور الدرس صورة اثنين تلاتة يبدأ ان هو يجيب لي اسئلة ويراجع معي وتأكد ان انا فهمت الدرس ده نوع اللي هو ايه النوع يقدر اتعامل مع الصور بيه اي اسئلة طيب عندنا مثلا دلوقتي ناس كتيرا مثلا من ضمن الحاجات دلوقتي مثلا لو حد كفيف ومش شايف ممكن بالكاميرا يشغل برنامج شات جي بيتي او كوبايلوت او جيميناي ويروح اقول له ايه انا دلوقتي عايزك تشرح لي ايه اللي موجود فيبدأ يقول له شورع فاضية شورع زحمة الاشارة حمرة وهكذا فهو مبقاش محتاج حد معاه بقى يقدر من خلال الزكرة الصناعي يتفاعل مع البيئة اللي موجودة ممكن يقول له اوصف لي المتحف دوت او المكان دوت فيبدأ يوصف له كان هو شايف بيبدأ ان هو يحلل كل الداتة اللي موجودة بحيث ان العربية تقدر انها تسو نفسها بنفسها من غير ما تخبط في حاجة تمام؟ في برضو تكنية تعرف على الواجه والتكنية دي اصبحت قوية جدا يعني يقدر يفرق بين اتنين توقم احنا نفسنا مش قادرين نفرق بينهم يعني احنا نفسنا بنتلغبة بينهم هو بيبدأ يشوف حاجات احنا بشو خديد بالنا منها ويبدأ يقول لك لا ده ده حسن وده حسين يعني احنا اصلا مش عارفين مين حسن وحسين هو يبدأ ان هو يفرق بينهم فكل الحاجات دي بتبقى بصورة جدا سهلة جدا وبسيطة بيقدر اي حد يستخدمها ايا كان سنه وايا كان التعليم بتاعه في برضو الروبوت عارفين اي هو الروبوت؟ عارفين اي هو الروبوت؟ ايوة اه اللي هو ايه؟ ان يقدر رول الانسان قالي ان هو مجد اه اه جميل جدا قول لي بقى ايه اللي انت اخدته؟ قول انا عايز تعلم منك قول في نوعين في نوعين ان انت تنقل ايوة تمام جميل جدا طيب لو انت برمجت الروبوت دوت ان هو يعمل لك حاجة تمام؟ برمجته مثلا ان هو ينزل يشترك حاجة فقلت له ايه؟ اتحرك روح للباب افتح الباب اخرج وينزل اشتري الحاجة ديت لو هو خد امر مش قادر ينفذه هيوقف ويتعطن ليه؟ ان هو برمجته بتاعته بتقول كده فيه قاعدة F كده يعني لو روح لقى الباب مفتوح هيوقف لو انا قلت له روح نظف تحت الترابيزة ومالقاش الترابيزة هيوقف ويتعطر ليه؟ لان هو متبرمج ان هو يعمل حاجة ملاهاش يعني انا قلت له خش اه قدم عصير للناس دخل ومالقاش ناس هيعمل ايه؟ الزجال الصناعي بقى بيقول له اتعامل ازاي مع المشكلة انت موجدتاش قبل كده ولو حصلت له مشكلة زي كده يبدأ يتعلم منها وبعد كده يبدأ ان هو يتصرف معاه دي فكرة الزجال الصناعي ان الروبوت كل شوي بيتعلم يعني فيه ممكن روبوت يكون ايه؟ بيعالج مثلا امراض معينة او بيكشف حاجة معينة كل مرة بيبدأ ان هو يكتشف مشكلة معينة ويبدأ ان هو يتفاعل معاه طيب في حاجة اسمها Data Mining خاصة بالزجال الصناعي ان انا عند كمية data كتيرة جدا هو يبدأ يحللها يعني ممكن نحطه في المكتبة ويبدأ يشوف همام بيحب كتب ايه؟ وعمر بيحب كتب ايه؟ ويكتره اتفضل لا 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 بص احنا هنا متعلم مع بعض انا منتظر ان انت تقول لي معلومة جديدة انا معرفهاش فلو عندك اي حاجة ما تكسفش وقول ولو اي حاجة انا قلتها بشواضحة شرحتها بسلوب بشواضح قول لي ونشرحها تاني اتفقنا ايه ايه تمام فهو ممكن يقول لي ايه انت قررت كتاب كذا وكذا وكذا فانا بقترح عليك اربع كتب جداد اللي اربع كتب دول هم دول فعلا اللي انا بدور عليهم اول ما شوفهم اه ده ممتاز جدا فدي الفكرة من ان هو زكرة الصناعية بيبدأ يعمل لك انت حاجة خاصة بيك يعني بيقترح كتاب للناس كلها لا ده بيقترح ليه فيه حاجة اسمها الفيديو جيم انت طبعا كلها بنرعب فيديو جيم بيبقى ساعات معاك شخصية الشخصية دي في هزكاء الصناعي تقدر انها تتصرف من نفسها وهنشوف مع بعض هنبرمج حاجات زي كده ان شاء الله فيه حاجات زي ان هو مثلا يبدأ يحلل الكتابات والتيكست وكل حاجة فيه حاجات خاصة بالصحة يبدأ ان هو يحلل كل حاجات بالنسبة لك ويبدأ يقول والله المفروض ان انت تاكل كذا او ما تاكلش كذا فالزكرة الصناعية مرتبط بيه ان هو ممكن يسمع انا بقول ايه ويبدأ ان هو يحاوله التكست ويدور عليه ويرد عليها زمان كان بياخد وقت دلوقتي يبقى في نفس الوقت اول ما تكلم قال ايه بيرد علي يبدأ ان هو يفهم انا بقول ايه ويبدأ يجيب لي الرد بتاعي فاحنا دلوقتي الزكرة الصناعية ده بيبقى زكت زي فيه ثلاث حاجات والثلاث حاجات دول ممتازين جدا فيه حاجة اسمها سوبرفايزت ليرنينج يعني ايه سوبرفايزت ليرنينج يعني انا هقول له خد الصور دي دي صور قطة ودي صور كلب دي صور قطة ودي صور كلب دي صور قطة وفرق له بينهم فهو مع الوقت لما ادي له ألف صورة لو ديت صورة قطة وكلب انا ما وردتهمش قبل كده يبدأ يقول لي اه ده دي قطة لا ده ده كلب ويبدأ يفرق بينهم ده السوبرفايزت ليرنينج او التعلم بالاشراف يعني مدرس بيقعد معاه ويشرح له انا بيبقى سهل جدا الموضوع انا بدي له معلومات ويبدأ اقول له ان دي صورة قطة دي صور الكلب دي صور كذا دي صور كذا الاند سوبرفايزت ليرنينج او التعليم بدون اشراف انا بدي له كل حاجة ويقول له حاول تفكر ايه الحاجات المشتركة بين مجموعة منهم والحاجات المختلفة فيبدأ يخلي بينه مثلا ان ممكن تكون القطة اصغر والكلب اكبر بس بالشرط ممكن يكون كلب صغير وقطة كبيرة ممكن يشوف الودان ممكن يشوف الضوافر ممكن يشوف المخالب فيبدأ يفرق بينهم بشكل ضكيج جدا تمام؟ في نوع ثالث اسمه ري انفورس يعني ايه؟ يعني بقول له العب اللعبة دي وما غير مشرح لحاجة خالص وهو يلعب فلو غلط يخسر نقط لو كسب بيكسب نقط يعني اقول له ايه؟ سوء العربية في الشارع طبعا مش بنزاله الشارع بيكسب في العربيات ده عالكمبيوتر فهو بيبدأ يتعلم واحدة واحدة انه خبط هنا لا ده كده غلط خسرت نقط هتعلمها تاني واحدة واحدة بيتعلم ايه الصح و ايه الغلط هناخدها تاني هناخدها بشكل يعني كل اللي احنا قلنا ده هنوريلك صور عشان نيتب على التعليم بالاشراف ان انا اقول له ايه دي صور تفاح واوري له الف تفاح فهو لو شاف الالف و واحد شاف تفاحة ما تجدش قبل كده يبدأ يقولك اه ده دي تفاحة تمام؟ ده التعليم بالاشراف ان انا بباب قاعد معاه وقول له ده كذا و ده كذا التعليم بدون اشراف هتدي له كل الفاكهة ويقول له حاول تفهم فيبدأ يقول لي ايه اه ده دول شبه بعض التفاحات دول شبه بعض يأ الموت شكله مختلف ولونه مختلف فيبدأ يحط في مجموعة مختلفة المنجة مثلا ان يبدأ يشوفها في مجموعة مختلفة وهكذا فهو كده يتعلم من غير ما انا اقول له ساعتا اقول له ايه النوع ده اسم تفاح النوع ده اسمه كذا والنوع ده اسم موث تالي دي خوخ تمام؟ فبدأ ان هو ايه يتعلم تعالى بقى نرجع لموضوع الروبوت الروبوت ده ممكن اقول له ايه ان ده خلي بالك ان دي قطة دي كلاب وهوري له صور القطة والكلب بتوعي اقول خلي بالك دول اللي ينفع ان هو ما يخشوا البيت لو حاجة تانية اقول لي ان دول مثلا جم فببدأ ان انا اعرفوا معلومات ابدأ ان انا اضروا على الحاجات وهكذا فممكن بعد كده مثلا لو القط ضاعك مني او الكلب ضاع اقول له دور لي على الكلب اللي اسمه كذا فيبدأ ان هو يدور عليها هو خلاص تعرف عليها ويبدأ ان هو يدور عليها ويبدأ ان عند ذكاء صناع يبدأ يقول لي ايه طب انا متوقع ان هو يكون موجود في الغرفة الفلانية من خلال ان هو رجع لكل الزكريات مع الكلب دوت يقول لي اوه ده على طول بيبقى موجود في الجنينة فيخرج يدور عليها في الجنينة اللي هو ما لقاهوش من غير ما يرجع لي يبدأ ان هو يدور عليها في المطبخ ولقاه يبدأ يجب لي رسالة ان هو لقاه تمام فهو في الاول ما كانش على حاجة خالص بعد كده انا اقول له لا ده دول قطة دي كلاب دول ينفعوا ان هم يدخلوا دول ارانب فيبدأ ان هو يتعلم كل حاجة بطريقة سهلة جدا وبسيطة طيب دي لعبة اعتبروها هومورك بس هي جميلة جدا هومورك اللي هو هتبقى انت مبسوط ان انت بتلعبها وحاجة هتحبها جدا هي عبرها عن لعبة ماشي تعال نشوف اللعبة ديت اللعبة بالعربي يعني سهلة جدا وبسيطة لكن معمولة ان ان انت تتعلمها بطريقة سهلة جدا ابسط ما يمكن تمام اول حاجة لازم نعمل تسجيل دخول كل اللعب اللي هنتكلم فيها مجانية تمام ده حاجة اسمها الزكاة اللي استناع للمحيطات هشرح لكم من خلالها ايه فكرة التعلم الالي ازاي ان احنا نقدر نعلم جهاز ده المتخصص في ان هو يقدر يعرف استمرار ايش الحاجة دي مضرة او مضرة يعني انا هحطه في المحيط انت عارفين ان احنا بنربع حاجات مثلا معينة في الكمامة ممكن توصل للمحيط فهو عايز لما يلاقي سمكة يعديها لو لقى حاجة مضرة يبدأ ان هو يجمعها بحيث ان احنا نعيد استخدامها يبقى احنا كده بنتعلم حاجة حلوة واحنا شغالين بتعلم موضوع البيئة بنتعلم موضوع ازاي هندرب روبوت انا وانتو هندربوا مع بعض دلوقتي وهبعث لكم اللينكات على المجموعة بحيث ان انتو تلعبوا اللعبة دي هستمتعبها جدا ان شاء الله لحد كده الموضوع واضح ولا في حاجة مش واضحة كل واضح تمام لو اي حاجة مش واضحة اقول لي انعادها تاني وتالت ترابل لحد ما امورت ايه تبقى سهلة بإذن الله هيا اللعبة بس بتتحمل تمام ايه اللعبة بتبقى عبارة عن ايه مستويات كل مستوى بسيط جدا ايه واحدة فيها مشتغلت ايه تعال نشوفها كده روبوت هيبدأ يقول لي ايه والله انا هاعرض عليك شوات صور انت تقول لي هل الصورة دي سمكة او بص بيقول لي الحاجة اللي هنرميها بتضر الحاجة اللي احنا هنعمل روبوت اسمه ايه ايه هنعرفه بقى الروبوت ده مش عارف دي سمكة ولا نفايات فهو يعالج الصور انا هورري له الصورة وقول له اذا كانت دي سمكة ولا نفايات ده كده احنا بنعمل ايه تعلم قالي من خلال الاشراف يعني انا مددتوش كل حاجة هو يفكر لا انا هقول له ان دي سمكة لا دي مش سمكة وهكذا تمام طيب دي سمكة ولا بس سمكة دي سمكة تمام دي بش سمكة تمام فكده انت بتبرمج بتبرمج الروبوت من غير ما تكتب كوت انت مجرب بس بتعرفه ان دي سمكة فهو دي اقول له ان دي بش سمكة لو انا اغلطت في البرمجة وقلت له ان دي سمكة يبقى هو هيعتبرها سمكة تمام؟ يبقى انا لازم اكون مركز فبيقول لي معلومة جديدة بيقول لي ايه ان فيه 17 رتل من البلاستيك بتترمي في المحيط كل عام ده طبعا اضرار لتسرر السمكية يبقى احنا نخلي بالنا ونرمي القمامة ايه اللي احنا نستخدمه وإيه اللي ما نستخدمهوش ايه اللي احنا ممكن نرميه او ممكن نخلي بالنا من البعد البيئ بتاعنا تمام؟ استمروه اه بيقول لك انتو شاطرين ان انتو بتبرمجوا وبتضرابوا الروبوت كل مرة بتبرمجوه هو بتعلم افضل تمام؟ فده سمك ده سمك ده؟ ده سمك ولا بس سمك؟ انتو هي رأيكم؟ لو انا دي سمكة ولا بس سمكة؟ انت كده بتبدأ تتدربه فمع الوقت هو بيعرف اه دي سمكة دي بس سمكة بيقول لي 80% من تلوث المحيط من النفاة الارضية خساراتها 13 مليار ضرور الرقم كبير فاحنا لازم ايه؟ نحاول نعمل ريسايكل او نستخدم الحاجة بشكل افضل بيقول لي ان انت لو عرفتها بشكل غلط يبقى هو هيصد السمكة دي ويموتها ليه؟ لان انا قلت له ندبش سمكة فهو اعتبرها حاجة مضرة تمام؟ كل ما بتعرفه اكتر كل ما بيبقى اقوى طيب مفروض ان انا اقعد معي شوية كتير بس عشان الوقت بتاع المحاضرة انا هقول له ايه؟ اكتفي بالتدريب دوت هو بعد الوقت خلاص اتدرب هنزل المحيط ويبدأ ان هو يشوف الزكات السمكة او لا؟ هنشوف هو هتعرف ولا انا دلوقتي مش هدوس على حاجة هو بنفسه هيبدأ ان هو يكتشف كل حاجة يلا نبدأ هو مش هفاش قبل كده تمام؟ فهو بيبدأ يحاول او واعتبر ان دي سمكة ليه؟ لان هو ما تضربش عليها قبل كده ففهمت الفكرة لما بعد مع الوقت هقول له لا خلي بالك ان انت في حاجات عرفتها بشكل خلط او حاجات زي كده تمام؟ فهو بيقول لي خلي بالك ان هو غلط في حاجات اه فبيقول لي خلي بالك هو واعتبر ان دول سمكة فانا اقول له لا خلي بالك ان دي بش سمكة يبقى انا هعيد تدريبه تاني على الحاجات اللي غلط فيها السمكة هسيبها ماشي؟ يبقى انت كده ببرمج من خلال بس ايه؟ دي؟ بش سمكة او دي غلط تمام؟ وهكذا دول بيقول لي ان دول بش سمكة اه دول صح كده بش سمكة وهكذا فتبدأ تدربه وتخش على الحاجات ثاني ماشي؟ طيب ده كده هتقول له ان ده بش سمكة وهكذا تبدأ تخش على الدرس اللي بعدين الدروس كلها سهلة جدا وبسيطة عبارة عن لعبة يعني مش مطلوب منك تذكر ايه حاجة خالص احنا كورس بتاعنا ان شاء الله يبقى كله سهل جدا وبسيط لكن هتتعلم احسن حاجات اللي بيتعلموها برا في امريكا وبريطانيا بيترى سهلة جدا وبسيط فمحدش ايه لا خالص كل اللي احنا نشتغل عليه النهاردة ألعاب وكرتول طيب احنا قلنا ان زكاة الاصناعة ممكن يتعرف على الصور ماشي؟ دي امثلة لحاجات بسيطة هو قدرنا ان احنا نبرمجوا بيها ماشي؟ عبارة عن ايه ان انا بوررله شوية صور وهو يبدأ ان هو يكتشف الحاجة دي يعني فيه برنامج اسم لوب البرنامج دوت مثلا هوركو فيديو انا عامله اديته صور شغلت الكاميرا وقلت له صورني وانا بشرب قهوة تمام؟ ده اسم ماشي الليرنج ادري ان هو لما اخذ الصورة ادري يفرق انا مثلا ممكن اصور فاكهة معينة ويبدأ ان هو يتضرب على فاكهة دي تمام؟ ممكن يتضرب على ان انا مثلا بشاور على ارقام معينة على حركات معينة تدريبات فلو انا اتضرب تدريبة غلط يبدأ ان هو يقول هالي هوركو الفيديو اللي انا عامله هتلاقيه سهل جدا نبسيط اديته صور كثيرة انا بشرب قهوة وديته صور وانا بشرب قهوة وديته صور وانا بشرب قهوة قلتله اعرف الفريق بينهم وبعد كده قلتله انا مش اقولك بقى انا بشرب قهوة الا بشرب قهوة انت اقول لي اذا كنت بشرب قهوة صح. كل ده من غير برمجة. انا مجرد بس بصور. واقول له ان دي قهوة ولا بش قهوة. صح غلط صح غلط بس. تمام? ما برمجتش حاجة او كتبت كود او عملت اي حاجة صعبة. مجرد زي ما احنا علعبنا اللعبة بتاعت المحيطات. ان انا بدي له سمكة معينة او بش سمكة. كده انا بشرب قهوة. تمام? هو بدأ يفهم ان الصور اللي بقول له ان انا بشرب قهوة. بيبقى معها كباية. الصور اللي انا بش معي. تمام? ان شاء الله ده موقع اسمه كود. الموقع ده ممتاز جدا في ان انت تتعلم برمجة. وانت بتلعب ومستمتع. يعني مش محتاج ان انت تقعد تزاكر او تجيب وراء وقلم ولا حاجة خلص. لكن هتتعلم حاجات قوية جدا يعني ما تعلمتاش غير لما كبرت يعني. تمام? وده برضو موقع برضو مخصص ان ان انت تقدر تعمله من غير ما تبذل جهد او من غير ما تزاكر حاجة خلص. مجرد ان انت فتحه هتقدر ان انت تستوعب هو عايز ايه? ده موقع اسمه. تويتش ماسفين. تمام? ده جوجل عاملية. بابدأ ادي له صور. يعني بقف مثلا وقفة معينة ودي له خمس ست صور للوقفة دي. وقف وقفة تانية ودي له كذا صورة ليها. ويبدأ ان نوافهمها. يعني انا في الموقع ده عملت سيرش على حيوان معين. وعملت سيرش على حيوان تاني. جمعت الصور ودي تيله. وبعد كده لما ادي له صورة حيوان ما ادي تيلهش قبل كده. يعني الجمل والبنضة. او الجمل مسلا والحصان. هو يبدأ ان هو يتفرق بينهم حتى لو اديت صورة ما كنتش ادي تيله قبل كده. تمام? فالموقع ده من الموقع اللذيذة. ممكن نعمل لكم مسلا ان شاء الله محاضرة كده فيه. يعني خمس ده اي ست ده اي. يعني الموضوع بسيط خالص يعني. تمام? مجرد ان انا بدي له صور مثلا لكلب معين وصور لكلب كده. زي ما انت شايف. اصور صور مثلا لعصير. اصور صور تانية لأكل. ويبدأ يقول له فرق. فهو بيبدأ ان هو يتعلم. فاللي بالك هو بيتعلم منك. يعني ايه? كل مرة بتدخله معلومة. هو بيبدأ يتعلم منك. ماشي? فده برضو من الحاجات الايه? اللي ان شاء الله نبدأ ان احنا ايه? نشوفها مع بعض. طيب التعلم المعزز اللي هو عبارة عن لعبة. تعالوا نشوف اللعبة. معرفش اتو لعبتوا لعبة ماريو ولا لأ? حد لعب لعبة ماريو? اللعبة ماريو دي كتت اشهر لعب على ايامنا. ايوة. ايوة تمام. اللعبة ماريو دي كتت مشهورة جدا على ايامنا. تمام? فهنا بقى ايه? احنا خلينا الماريو يلعب من غير ما نشرح له ايه حق خالص. تمام? قلنا له ادخل ويلعب. فبدأ ان هو يلعب بيتمشى. يعني مش لقى حاجة عمالة غير ان هو يتمشى. فبدأ يتمشى. لان هو لما يخط في حاجة معينة. بيحصل له ايه? ان هو يموت. ولما يخط في حاجة تانية بيكبر. فبدأ يتجنب الحاجات اللي يتموته. وبدأ يركز على الحاجات اللي هو بيكسب منها. لحد ما وصل للمرحلة الاخيرة. ما كتبناش كود. احنا فهمنا ازاي يتصرف مع الحاجة دي. فهمنا حاجة اسمها خوارزمية. خوارزمية يعني طريق تفكير. يعني ازاي تتصرف في موقف. تمام? قلنا له حاجة اسمها ايه? ان احنا عندنا عصايا وغزرة. لو كسبت هندك الجزرة. لو قسرت هندرب بالعصايا. فبدأ يلعب اللعبة دي. الخوارزمية. اللي هي نسبة للخوارزمية. ده عالم مسلم عمل فكرة ازاي ان هو نحط منهجية للحل. ودي اساس من اساس الكمبيوتر. تمام? فبدأنا نديره لعبة مثلا زي دي. اللي هي المسطرة اللي بتتحرق تحت وتخبط في الكرة وتطلع. ومواننهوش ابت يكسب وامت يخسر. بس مع الوقت فهم ان لو الكرة عدت منه دخل في جون فخسر. فبدأ ان هو يتجنب انها تقع. ومع الوقت فهم ان الكرة دي لو طلعت فوق. وهتقع بتدرب كتير. متنزلش ويخسر منها. فبدأ ان هو يعمل يتعمد يعمل الحرقة دي. فده احنا كده علمناها زكاة الصناعية. تمام? طيب. الحاجات دي هنشرح ان شاء الله ايه في محاضرة مستقلة. المرة الجاية ان شاء الله. تمام? عشان بس ايه ما نديرهوش حاجات كتيرة في نفس الوقت. ماشي? خلينا نركز على الالعاب. ولا انتم متحبوش الالعاب? اه لا بحبه. وكلو بحب الالعاب كبارو صغيرين بيحبوا الالعاب. فهنركز على مضوع الالعاب والمرة الجاية ان شاء الله ان شرح لكم الخلايا العصبية دي. تمام? طيب. دي مثلا مثال على تدريب خلايا عصبية وسيطة. او ازاي الكمبيوتر يبدأ ان هو يفكر. ان انا اقدله اللعبة ويبدأ ان هو يحل اللعبة دي ويبدأ اكتشف ايه الحاجة اللي تخليك سف اللعبة ديت. هي دي الفكرة. تمام? يعني انا لعبة شترنجة. خليه يلعب ويبدأ اكتشف ايه الحاجات. هنا مثلا قلت له اعمل اركن العربية بتاحتك. فهنا طول ما هو ماشي عمال لي يشوفي الحاجات. اخد وقت وخبط عربات كتيرة بس الكلام ده بش حقيقي. الكلام ده بش عربات حقيقية. الكلام ده على الكمبيوتر. في الاول ما كنتش عارف يركن. مع الوقت بدأ ان هو يتعلم. يتعلم لحد ما قدر يفهم ازاي يركن. اتعلم ازاي من الاخطاق بتاحته. ان هو اول مرة خبط في العمود. فيهم ان كده خلط. وهكذا. تمام? قاعد يعمل محاولات كتيرة تقريبا الفين محاولة. دي المحاولة مثلا رقم كام رقم تمانية. تمام? قاعد يعمل محاولات لكن الحاولات دي كلها على الكمبيوتر ما بيكسرش عربات حقيقة. بس في الاخر اصبحت العربية قوية جدا في الركنة وقوية جدا في انها متخبطش في اي عربيات. وحتى لو نصح صغيرة يقدر ان هو يتصرف فيها. دي المحاولة رقم خمسة وعوشين الف. وكلها اخطاء. تمام? بس الحاجات دي كلها ممكن تتعامل مثلا في خلال يومين ثلاثة. يعني كومبيوتر ببسارية في ان هو يجرب. دي المحاولة رقم متين الف. لكن في الاخر اصبح قوي جدا في موضوع ان هو يركن العربية بشكل كويس. اي 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 ليرنست وبارك. ده اللي هو ايه الري انفورسمنت اليرننج. يبقى احنا قلنا عندنا بنعلم الكمبيوتر من خلال الاشراف. ومن خلال ان انا اديله الداتا هو يبدأ ان هو يعملها. يعني من غير اشراف. من غير ما اشرح له دي صورة ايه ودي صورة ايه. والنوع الثالث اللي هو الري انفورسمنت. اللي هو التعليم بالتكرار. التعليم المعزس. والثلاثة سهلين. يعني الثالثة مهمش حاجة. طيب خلينا نشوف لعبة كده. ده العبدي هتفهمك اذا كان صناعي بمغرد ان تتلعبها. دي لعبة اسمها ارتبوت. تمام? هسيب لكم اللينك لان في كزا لعبة تانية بنفس الاسم لكن ما نفهاش الفايدة اللي احنا هنخدها من اللعبة دي. هنا احنا نضرب الروبوت على حاجة معينة زي ما احنا ضربناه في الالعاب اللي فاتت. تقريبا انا كنت تفتح قبل كده اه. هقول له انا كنت لعبتها قبل كده. تمام? حتى بصوا بيقول لي ايه? سوبرفايز ليرنينج جيم. ري انفورسمنت ليرنينج جيم. كل واحدة من دول هتخليك تفهم فكرة ازاي البرمجة. بس خلينا نبدأ معاكم اللعبة من الاول خلص. تمام? هو بيشرح لي فكرة اللعبة. فكرة اللعبة ان فيه اثار موجودة في متحف واحنا نبدأ نتعرف عليها. ونبدأ ان احنا ببرمجه ان هو بيلاقي اللعب دي. احنا اللي هنبرمج الروبوت ازاي بيقول لي ان فيه حاجات مرسومة وحاجات منحوطة. الحاجات اللي هتدور عليها حاجات منحوطة وحاجات مرسومة. فبيبدأ ان هو يعرفني الحاجات يقول لي دي مرسومة دي مانحوطة وهكذا. يعني دي مثلا دي مرسومة. تمام? هنبدأ نحطها هي ايه هنا. تمام? ودي نحطها مسلا دي مانحوطة. هو بيبدأ ان هو يضرب عليها. هو بيش فاهم. هكذا انا اللي بشرح له. المفروض ان اخلص الحاجات كلها العشرين صورة عشان ايه? ايبقى فاهم هو يعمل ايه? اه فيها هو تنسى للمصر القديم. نحط. لو انا عرفت غلط خلاص هو ببرمج على الحاجة لان انا ايه? ما اقدرش هو يعرف غير منا لانا اللي بادربه. ماشي? طيب خلاص كده انا برمجته. اقول له continue. continue. بعد كده هبرمجه ان هو زي الروبوت اللي انا دربته ان هو يدور على كلب. انا بقى اخليه دور على صور مثلا. تمام? فهو بيبدأ ان هو يدرب على الحاجات دي كلها. مفروض ايه انا بسرع الحاجة بس هو بيبدأ يتعرف عليها. فهم فكرة الصورة? فبندي له صور جديدة بيبدأ ان هو ايه? يفهم انا صور واني اتدرب بياخد بقى موطوع تاني ويبدأ ان هو يتبرمج عليها. تمام? يعني انت كده برمجت روبوت ان هو يفرق بين الصور والكلاب. دي اول مرحلة. في مراحل تانية اصعب. بس كلها لعب. كلها حاجات سهلة. ما فيهش حاجة صعبة. تمام? طيب. تقول لك بقى ايه? ده يساعدنا ان فيه اصور وخلي بالكو ان فيه دينجر. دينجر يعني ايه? مخاطر. لازم تدربه ان هو يتفادى المخاطر. تمام? دي اهي مستويات للعاب. لعبة. احنا بنتكلم في لعبة مش بنتكلم في درس او مذاكرة او حاجة خلص. لعبة. تمام? بس اللعبة دي لو لعبتها هتفهمها. تمام? بيقول لي ايه? ابدأ اللعب. هيخسر كتير. ليه? لان هو متضرب على الحاجات معينة. هنفهم الفكرة ده بقى. فمفروض ان فيه اصار معينة يشوفها. وفيه حاجات خطر مفروض ان هو يتجنبها. مع الوقت اكتشف هو اصار لكن المرة الجاية ممكن يخطأ. اه خسر. خبط في حاجة بتدرب. انا عايز بقى ايه? يتجنب الحاجة دي. بس خلي بالك هو كل مرة بيتدرب. يعني كل مرة بيخبط في حاجة بيفهم ان هو يعمل ايه ومعملش ايه. تمام? فانا هسرع التدريب. وعايزكم تلعبوا اللعبة دي ونفهم ان دي لعبة تعليمية. دي اسمها. يعني بتلعب اللعبة لكن بتخليك تفهم حاجات ممكن كنا بنفهمها مسلا في هندسة تفهم حاجات صعبة. تمام? هو مع الوقت بيتعلم حاجات قوية جدا. طيب. هنخلص التدريب ونبدأ بقى ايه? نشوف ازاي نخليه يبقى اقوى في الموضوع دوت. او تقريبا اكتشف الاثار كلها. لكن بيشوف لو في اثار جديدة. لكن هو الاثار اللي موجودة كلها اكتشف. تمام? هو كده خلص التدريب. فلو دراح مكان تاني يبقى فاهم مش انت اخطر. طيب. ممكن اقول له ايه? انا عايز اغير الاعداد. احنا كده كسبنا. بيقول انت اكسبت الناس 2.60% بس اغسرت كذا. جمعت الاثار. فممكن نخش مرحبات تانية. بس انا اقول له بقى الوقت هتعدد ايه? لو انت بتدور على الحاجة. تبدأ تغير الاعداد دي. ليرنينج تيب مسلا تخليه اسرع وهكذا. تغير الاعداد دي وتلعب تاني وتشوف هيبدأ يفهم ويستوعب افضل او لا. ممكن تعمل الاعداد تطلع غلط بتعملها صح. مع الوقت هتتعلم ازاي تبرمج روبوت بشكل قوي جدا. تمام كده? طيب. دي بقى لعبة حلوة برضو. ماشي? الالعب دي لذيذة جدا لو ضعبتها هتدمنها. ده حاجة اسمها ده بقى اللي هو دي اللي نخلي الكمبيوتر يتعرف على رسمة بتاحتي. وخلي بالك هو بيتعلم في كل مرة بتعرف على الصورة. يعني كل مرة انت بتعلمه حاجة. انت بيت تعلم الذكاء اللي صنوعي. انت بيت تعلم الكمبيوتر. هقول له ايه نبدأ الرسم. بقول لك ارسم مفاتيح حاسوب. هو الكمبيوتر هيحلل الرسم بتاحتك وشوف انت رسم صح ولا غلط. ماشي? هو تحت هنا بيبدأ يخمل انا برسمت ايه? بقول ليرسم دراجة نارية. تمام? فانا هابدأ ارسم دراجة نارية انا بشاطر في الرسم. بس ممكن ايه? هو كل مرة بيخمل. لو وصل لحاجة صح يبقى انا كده ايه برمجت صح. ماشي? طيب في صورة. ونحط لها شوية اوطار. انا معايا عشرين ثانية. طيب ممكن اعرفه مثلا ميوزيك. بيقول لي طابلة. ماشي اللعبة جميلة لان انت بتعلم زكاء الاصناعي. كل مرة هو بيبدأ يفهم الصور دي. تمام? حصان. واها كزا. ماشي? طيب. ننفي اللعبة عشان ما سيبش ان انا ما بقيتش شوطر يعني. ماشي? في لعبة اسمها شادو ارض. كل الحاجات دي. بيتخليك تفهم فكرة الزكاء الاصناعي بشكل افضل. والتعلم القلب بشكل افضل. هو انا انا اشغل الكاميرا. وحاول ارسم بايداية الزل بتاع حيوان معين. وهو يحاول يستنتج الحيوان ده ايه? يعني ممكن انا بسم له مثلا شكل ارنب. شكل حصون. اللعبة دي كانت لعبة جميلة. فهو بيتدرب انه هو لما يفهم ظل يقدر يفهم انت بترسم شكل حيواني. هي لعبة بسيطة مجرد بس بتعمل صابع دي على شكل الحيواني اللي هو يقوله لك. ويبدأ ان هو يستنتج يقولك ده قطة ده كلب ده ارنب وها كذا. طيب معانا لعبة برضو حلوة. اللعبة اسمها بلوكي. اللعبة دي فيها العاب كترة جدا هتخليك تفهم ده عمر كان بيقوله كذا اهي فعلا بتتنفذ هي. اذا كان اللي صناعها هو بدأ ان هو كذا. دي مراحل. وكل مرحلة في يوم هتعلم حاجة جديدة. يعني محروب بتبدأ من هنا. وبعد كده تخش هنا 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 هنا. في الاخر هتلاقي مثلا موبي ميوزيك وهكذا. تعال اول واحدة نشوفها. هنا بيفهمني فكرة حاجة زي السكلاتش كده بيقولي ايه كل حيوان حاول انت تحط صورته صح. وتحط عدد الرجول وتحط حاجات موصفات خاصة بيه. تمام يعني مثلا البطة هي تبدأ هنا تسحب البط. تمام ليها كم رجل ليها اثنين. طب القطة صورة القطة هي. اللي هي كم رجل اربعة. النحلة هي. اللي هي كم رجل ستة. الحالة زونة زيرو. احنا كده حطينا المعلومات ايه? الاساسية. طيب هنا بقى تبدأ تشوف بقى ايه كل واحدة فيهم ايه الحاجة اللي خاصة بيها. تمام? اول ما تحطها تقول له تشيك انسر يبدأ يقولك زكاة الايجابة بتاعتك صح ولا غلا. تمام? وهكذا. لما تخلصت تخش على اللي بعديها. ده بيخليك تفهم فكرة. دي هنا مسلا بدأ يفهمني فكرة الزكاة الاصطناعي. اللي هو البرمجة من خلال حاجة زي اسكالاتش كده. تمام? بيقول لي انا هنا وعايز اوصل هنا. مفروض استخدم ايه? move forward. تمام? طيب بعد كده move forward مفروض مرتين مسلا. يبقى انا هقول له ايه? reset وقل له run program. اوصلت الحاجة اللي انا عايزة. وبيقول لي لو انت هتكتبها كود بجافة script مفروض بتكتب move forward. فبدأ يفهمني فكرة البرمجة. هنا انا مفروض هنا. فهمش move forward. وبعد كده هلف مثلا شمال. او move forward. وبعد كده هلف يمين. وبعد كده move forward. وهكذا. فكتب بكود اللي انا انا مفروض انا ما كتبتوش. هو انا حطيت بس البلوكات. تمام? دي نوع من البرمجة. احنا هنشرع عليه كتير قوي. هوردكو الصورة بتاعته. اهي. بص في حاجة كتير خاصة بالماشين ليرنج انفيرومينت. هنشرح كلها بالتفصيل ان شاء الله. بتاع حاجة خاصة بالبلوكس. دي لما تشوف الواجهة عملة زى scratch. هنشرح على سيدنا ما هتحدش فينا فهم scratch. مع الوقت هنبدأ ندخل في الاي اي هنفهم الفيستيكشن. ان انا لما شغل الكاميرا يفهم وشي. يفهم العناصر. قدي له صور يقدر يقول لي دي قطة دي كلب دي كذا. يفهم المشاورات الايد. يفهم اللي انا اقول له اي كلمة هو يترجمها. كل الحاجات دي ان شاء الله هنخش فيها بالتفصيل. فمع الوقت. مش مش لازم بقوله. في حد لعب لعبة مينكرافت. مينكرافت حد عرفها. انا. ايوا اللعبة دي. هي نفس اللعبة بس هنلعبها بشكل تاني سهل جدا وبسيط. تمام? اللعبة جميلة جدا ومسلية. تمام? هتدخل على الرابط. هي نفس اللعبة مينكرافت. بس هتبقى على مستويات. ويبدأ يقولك انت عندك كم سنة. طب انت عايز تلعب اني لعبة. وتبدأ تشوف الدرس. ممكن تقول له ابدأ الان وتبدأ تلعب اللعبة دي. بيبداكش حاجة صعبة. بيبدأ معك مستويات صغيرة جدا وبسيطة. وانا ان شاء الله حاول لعبها. واسجل لكم الحاجاتي. انا لو حد عنده مشكلة يقولها لي. ونحاول نحلها مع بعض في المينكرافت. تقولك ما اعتقدش نفاقة ايه مشاكل خلص. تمام? فاحنا البرمجة بتاعتنا هكون برمجة بلوكات. زي ما انت بتلعب لعبة المكعبات بتحط حاجاته ورا بعض. احنا برضو في البرمجة معنا. تمام? في المرحلة الاولية. اه اتفضل. في المرحلة الاولية في نصف عارفة. انا ما اقول لي عندي المكعبات بيش مها اللوكة. اسمها ايه? لوك. تمام. هي زي ما انا مش نصف بيقول بنبدأ نوصل حاجات ببعض. يعني هتبدأ تسحب وتحط. احنا عايزينك بس تعرف ايه الافكار البرمجية. تمام? يعني تفهم. احنا والله هنعمل كاسة. هنعمل كاسة. تفهم ازاي تعمل برنامج من غير ما تكتب كود ولا حق خلف. ماشي? نفهم يعني ايه شروط وحاجات زكتة. في حاجة كترة هنفهم ان شاء الله مع بعض. تمام? آآ طيب الهومورك بتاعكم انتوا تلعبوا الالعاب اللي احنا قلنا عليها. ماشي? وفيه فيلم هنتفرج عليه. ماشي? انا هتدورك على الفيلم ده. واحطه لكم في التليجرام. فيلم اسمه ايه? هو فيلم. يعني هتقعد تتفرج ساعة ساعتين على الفيلم ده. بس وانت بتفكر شوف الروبوت ده. او انت بتتفرج فكر عذا تتفكر وانت بتتفرج. الروبوت ده اتبرمج ازاي? او احنا قلنا له ايه عشان يعمل حاجة زي كده. يعني فيه روبوت اتبرمج ان هو ينظف البيئة ويجمع المخلفات في مكان. فالبشر كلهم سيبوا كرة الارض. الكرة ارضية وراح الفضاء. وهو برضو مصمم ان هو يعمل مهمة بتاحته. وفيه روبوت تاني مهمته ان هو يجمع يعرف اذا كان فيه نباتات ولا لا. تمام? فالفيلم هتستفد منه وتفكر بشكل حلو. فمضوع الزكاء الصناعي. تمام? فانا هجيب لكم الفيلم ده. هو الفيلم لو اتفرجت عليه بالانجليزي مفيش مشكلة. بس انا هدور لك على نسخة تكون الترجمة عربي او مودابلاشة. بحيث ان انت تشوفوه. وفيه افلام تاني ان شاء الله يعني كل مرة ناخد فيلم بكارتون سهل وبسيط. بيتكلم عن روبوتات. تمام? في اي مشاكل او في حاجة احنا قلناها صعبة النهاردة. خلاص بازن الله. تمام? انا هبعت لكم البيدي اف دوت. البرزنتيشن. عشان ان شاء الله تبدأوا اه تتفكروا مع بعض في البرمجة. في الزكاة اللي صناعي. ولو في عندكم اي اسئلة يا ريت تبعتها لي وان شاء الله كل اسبوع كده ساعة واحدة. نفهم فكرة الزكاة اللي صناعي. اه وان شاء الله ما ده سهل. حد عنده اي اسئلة? تسلم. الله يا كرام يا باشوانتس. شكرا باشوانتس. شكرا باشوانتس. شكرا باشوانتس حمزة. وشكرا باشوانتس عمان. جزاكم لكل خير. اه باشوانتس حمزة في حاجة باشوانتحة? سلام. الله سلمك. الله اكرمك. لا. الله اكرمك. ما ايشة باشوانتس سلام علي.